علشان ما يؤديش إلى خسارة كبيرة ويعمل حاجة اسمها فساد المخاليلات يبقى إذن كل الكلام ده يعتبر ده فايدة المحاليل بالنسبة للصناعات الغذائية طب نشوف كده مع بعض أول حاجة عندنا تعريف المحلول اللي هو عبارة عن خليط من مادتين الأولى اسمها يطلق عليها اسم المزيب والتانية بيطلق عليها اسم المزاب عندنا برضو أهمية المحاليل في الصناعات الغذائية زي ما أنا قلت لكم قيمة شوية كده أول حاجة بتعمل تستخدم في صناعة التعذيب برضو بتستخدم في صناعة التكفيف زي في عملية الغسيل والكبرطة اللي أنا قلتها لكم من قيمة شوية برضو من دمنا الحاجات إن هي بتستخدم في صناعة التجميد زي في عملية الغسيل وعملية التعبئة برضو بتستخدم في صناعة الجلي والشراب والمحاليل السكرية والمرميلاد والمياه الغذية كل دي حاجات مبنية على المحاليل برضو زي ما احنا عارفين برضو ده بيستخدم في صناعة التخليل لما نيجي نقول أنواع المحاليل المستخدمة في الصناعات الغذائية عندنا أول حاجة المحاليل السكرية في برضو عندنا المحاليل اللي هي اسمها المحاليل الملحية لما نيجي نتكلم عن أول حاجة عندنا المحالين السكرية المحالين السكرية زي ما احنا قلنا من قيمة شوية عندنا المزيب عندك اللي هو عبارة عن المية عندنا المزاب اللي هو عبارة عن السكر المزيب مية مع السكر بيكون المحالين السكرية طيب بيقولك بيستخدم السكر في الصناعات الغذائية للأغراض الآتية بيستخدم في إيه؟ طبعا أول حاجة بنعرفها لما بيجي أول حاجة بنعمل تحسين طعم الفاكهة لما يكون عندك فاكهة حتى لما يكون نسبة السكر فيها ضعيفة وتبتدي تحط عليها المحلية السكرية بيعمل عملية تحسين لطعم الفاكهة بيعمل حفظه وتزبيت للون الطبيعي للفاكهة لما يكون عندك فراولة عندك حاجة لونها أحمر أو لونها أصفر توبص تلاقيها بتثبت لك اللون وبتحفظ لك الفاكهة زيادة صلابة الأنسجة السمار المعبئة في العلب الصفيح المعلبة طبعا لما بيقى الأنسجة ساعد بتكون طرية بمجرد أنها تتحط في العلب الصحفية هو عليها المحلول السكري تبص تلاقي أن الأنسجة بتاعة السمار بتبقى عالية وكويسة بيعتبر السكر عامل حفظ في صناعة المربى حيث يصل تركيز السكر فيها لـ 68.5 إلى 70% طيب قبل ما نتكلم فيه المحليل الملحية أنا بس عايز أقول أن المحليل السكرية دي مهمة جدا طبعا المحليل السكرية علشان يتعمل محلول سكري صح طبعا إحنا ليه فوايد زي ما إحنا قلنا أنه بيساعد على صلابة الأنسجة يعني أنت عندك النسيج بيكون سعطري بمجرد أن ما أنت تحط عليه المحلول السكري تبص تلاقي المحلول عندك الصمرة عندك بتتماسك وبتبقى الصلابة بتاعتها عالية شوية بالإضافة أنها بتثبت لك اللون بتحافظ على لون الصمرة بتكون لونها كويس جدا ما بتفقدش ما تبقىش بحتانة لا ده بيبقى زي ما قلت تعمل هي فعلا عملية تثبيت اللون برضو بيعتبر السكر يعتبر مادة حفظة وإحنا عارفين أن إحنا في صناعة المرباط صناعة المرباط إحنا بنوصل للتركيز الحافظ اللي بيمنع نمو الأحياء الدقيقة أو بيقلل نمو الأحياء الدقيقة طب التركيز الحافظ ده إيه لما السكر بيوصل لكام؟ لما السكر بيوصل لتمانية وستين ونص لسبعين في المية ده هو ده اسمه التركيز الحافظ الذي يقلل من نمو الأحياء الدقيقة يبقى المحلل السكرية لها فايدة كبيرة جدا جدا برضو عندنا لو دخلنا في موضوع المحلل الملحية حتبص تلاقي المحلول الملحي بيتكون من حاجة أول حاجة برضو بتكون من المزيب اللي هو المية وفي عندك كمان المزاب اللي هو عبارة عن الملح لما نيجي نقول أنواع الأملاح المستخدمة في عمل المحلي بنعمل أملاح كتيرة قوي عندنا عندنا أول ملح عندنا اسمه الملح الصخري لو الملح الصخري أو الرشيدي طيب فيه نوع تاني من الملح اسمه ملح المائدة ملح المائدة اللي بنيستخدمه في البيت فيه نوع تاني من الملح اسمه ملح اليودي والملح اليودي ده بيبقى ملح فيه يوديد البوتاسيوم فيه ملح بعد كده اسمه ملح الألبان ويعتبر ملح الألبان ده من أنقى أنواع الملح يبقى ما أقولك إيه هي الأملح اللي بنشتخدم في الصناعات الغذائية عندنا الملح الصخري الملح المائدة ملح الألبان اللي هو بيعتبر من أنقى أنواع الأملاع والملح اليودي اللي هو فيه ملح يوديد البوتاسيوم وتملي بيوصوا به الناس اللي هي عندها مرض الغضة الدركية اللي هو مرض جويتر بيمنع مرض جويتر اللي هو تدخم الغضة الدركية ما قولك بتستخدم الأمناح إيه هي استخدامات المحليل الملحية في الصناعات الغذائية بتستخدم في إيه بنستخدمها في كذا حاجة أول حاجة بنستخدم فيها في تعبئة الخضروات في العلب الصفيح لما فيكون عندك علبة صفيح فيها خضار بنبتدي نحط فيها محلول ملحي بالتعبئة بتاعتها حفظ اللحوم المجففة والمملحة طبعا إحنا عندنا دلوقتي لما بنيجي نحط نعمل عملية تكفيف لبعض أنواع اللحوم أو بنملح لحمة أو سمك تملي دي بنحط فيها بتحفظ المادة الغذائية تعتبر عامل حفظ طبيعي برضو بتستخدم في تخليل الخضروات وتمليح الأسماك كل دي استخدامات الأملاح برضو في أعمال التبريد الصناعي في تحضير المخالية المبردة لما بيكون تبريد صناعي فيه عندك مخالية المبردة اللي هي بتكون من إيه وإيه؟ بتكون من التلج المجروش مع الملح طيب دلوقتي في حاجة اسمها إيه هي شروط الملح المستخدم في صناعات الغذائية؟ هتكلم عن الحتة دي شوية كده طبعا بعد ما عرفنا أهمية الملح في الصناعات الغذائية عرفنا أنها بندعب بيها في العلب الصفيح وعرفنا أن احنا تعتبر مادة حفظة طبيعية أن أنت بتملح بيها السمك بتملح بيها اللحوم وبالتالي بتحاول أنها قادر إمكان المادة الغذائية بتعود معك فترة طويلة بدون أنواع من الفساد برضو من ضمن الحاجات أنها قد يستخدم في المحليل المبردة عندنا فيه شرط للملح المستخدم في الصناعات الغذائية أنت عايز تستخدم ملح في التصنيع الغذائي الملح ده لي شروط أول شرط من الشروط بتاعته أن نسبة الشوائب لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1% يبقى أول شرط ما تزيبش نسبة الشوائب عن 1% برضو لابد أن يكون الملح خالي من عنصر الحديد لو عنصر الحديد موجود في الملح وابتدت تستخدمه في التصنيع الغذائي هتبص تلاقي يعمل لك حاجة لون اسود ودي غير مستحبا برضو من ضمن الحاجات أن المفروض تتوافى رفيق الملح أنه هو بيكون خالي من الكالسيوم الكالسيوم هتبص تلاقي وجوده خصوصا لما بنيجي نعمل مخللات هيعادل الحموضة بتاعة المخلل نتيجة التخمى واللاكتيكي وبالتالي يعمل لك نوع من أنواع النمو الفطري دي حاجة وحشة طبعا تاني حاجة تبص تلاقي بيعمل لك بقع جيرية على سطح المخلل ودي حاجة غير مرغوب فيها برضو من ضمن الحاجات أن المفروض أن المواصفات المفروض الملح اللي بيستخدمه في الصناعات الغذائية أن يكون خالي من عنصر الماغنيسيوم الماغنيسيوم لو تواجد في الملح هتبص تلاقيه في التصنيع الغذائي بيحيعمل لك حاجة اسمها الطعم القابض ودي حاجة غير مرغوبة مش عايزينها برضو في حاجة كمان أنه لا بد أن يكون الملح خالي من اليود خلي بالك ملح خالي من اليود يعني أنا ما خللش بملح فيه يوديد بوتاسيوم افرض أنت خللت بملح فيه يوديد البوتاسيوم هتبص تلاقي المخالي اللي عندك لو كان بيحتوي على أي مواد نشوية هتبص تلاقيه حيكون لك اللون الأزرق وده لون غير مستحب يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها شروط الملح المستخدم في الصناعات الغذائية خلي بالك أنا بديك الجزء المعرفي اللي هتبني عليه الجزء المهاري بعد كده عشان أنت هتعمل عملية فحص أنت كطالب أنت طالب صناعات غذائية بتدخل بتشوف الملح بتشوف تاريخ الانتهاء الصلاحية بتشوف هل الملح ده ممتاز ينفع للتصنيع الغذائي ولا لا طبعا الشروط اللي أنا بقول لك والأساس العلمي اللي أنا بقوله لك ده هو ده اللي هتبني عليه الشغل بتاعك ما نيجي كده هنشوف الشروط الملح أول حاجة لا تزيد نسبة الشوائب عن 1 فئة المية برضو لا يحتوي على الحديد ليه؟ لأنه بيكسب الأغذية أو بيكسب الأغذية اللون الأسود برضو من ده من الحاجات إنه هو لا يحتوي على الكالسيوم ودي بتيجأ لتعليل ليه؟ لأن الكالسيوم يكون بقع بيضاء على سطح المواد الغذائية وطبعا بيتفاعل مع الأحماض طبعا الحامض النتيجة المخالي بيتكون حامض اللاكتيج بيتفاعل هو بقع مع الأحماض اللي موجودة في المخاليات مما يؤدي إلى خفض الحموضة ونمو الأحياء الدقيقة ودي طبعا حاجة مش مستحبة تماما برضو لا يحتوي على الماغنيسيوم لأنه بيسبب الطعم القابط برضو لا يحتوي على اليود لأنه يسبب اللون الأزرق مع الأغذاء أن شوائه مثل البطاطس والبسلة في عندنا حاجة دلوقتي تانية اللي هو إيه؟ إما قولك إيه؟ المية شروط الماء المستخدم في عمل المحليل برضو الحتة دي عايزة أتكلم فيها شوية المية اللي إحنا بتستخدم بتعمل فيها المحليل المفروض المية دي ما يكونش فيها شوائب خالص تكون ما فيهاش لون ولا طعم ولا ريحة تجي تشم المية ما لهاش لون ولا طعم ولا ريحة لأن وجود هذه الحاجات هتبص تلاقي هتعمل لك مشكلة بعد كده في عمل المحليل والمحليل دي اللي هستخدمها في الصناعات الغذائية طبعا يكون المية سليمة بكتريولوجيا ما فيهاش أي أحياء دقيقة أو أي حاجة تسبب أن المية دي لا يصلح استخدامها تبقى عارف المصدر أن المية دي بتستخدمه مني مش أي مية باستخدمها مجهولة المصدر لا لابد أن تكون المية معلومة المصدر بالزبط فيه وتكون خالية من العصر ما يكونش فيها أملاح الأملاح دي لأن الأملاح دي ممكن تسبب لك المشاكل اللي إحنا قلنا عليها من قيمة شوية اللي هي الملح ملح الطعام المفروض المية ما تكونش فيها أملاح ما تكونش عسرة عشان خاطر أن ما تيجي تشتغل بها تشتغل بها بطريقة صحيحة بإحنا خدنا كده كل حاجة دلوقتي خدنا شروط الملح المستخدم خدنا شروط المية المستخدمة خدنا النسبة للسكر برضو نفس الحكاية السكر السكر اللي بنستخدمه برضو الحيطة دي أحب أنوه عليها السكر اللي إحنا بنستخدمه قد نستخدم السكروز السكر اللي عندنا بتاع البيت عدلنا اللي هو السكروز السكر سكر القصم وممكن أستخدم برضو السكر اسمه السكر الجلوكوز التجاري سكر الجلوكوز التجاري ده بيبقى سكر ناتج من التحليل المائي للنشا ناتج من التحليل المائي للنشا بيتامي التحليل المائي للنشا عن طريق الأحماض أو الإنزيمات بيبتدي أن النشا ده بيتحول إلى مالدوز nhưng تكسترينrap وبيتحول إلى سكر الجلوكوز هو ده السكر التجاري طيب في عندك كمان السكر المحول دي برضو من ضمن السكرات اللي بستخدمها في الصناعات الغذائية وإحنا استخدمنا كمان الملح وعرفنا أنواع الملح إيه اللي بستخدمه في التصنيع الغذائي وعرفنا شروط الملح وعرفنا شروط الميا اللي المفروض الواحد ياخد باله منها جدا طيب نجي مع بعض كده ما نقول شروط الميا المستخدمة في الأول حاجة يكون الماء المستعمل نظيفا خالي من التلوث المايكروبيولوجي والتلوث المعداني يعني ما فيش فيه معادن عشان ما يأثر لكش على المنتج الغذائي خالي من الأملاح التي تسبب العصر أو تسبب رواسب ودي حاجة غير مستحبة لازم تكون خالي منها برضو يكون اللاماء خالي من اللون أو الرائحة ما فوش ولا لون ولا رائحة عشان نبتدي بيها سليم أول حاجة عندنا في حاجة اسمها تحضير محلول سكري باستخدام مربع بيرسون أنا عايز أتكلم شوية عن مربع بيرسون قبل ما أبتدي أشوف الشريحة اللي بعد كده مربع بيرسون ده ده مربع بيتعمل علشان تعرف أن انت تجيب أو تحسب ما قولك حضر محلول سكري تركيزه 10% 10% باستخدام مربع بيرسون مربع بيرسون ده أنتو عارفين أن ممكن أن احنا في المعمل أنا ممكن أحضر محلول تركيزه 10% مظبوط التركيز بالزبط في المصانع مش هيفضل كل شوية هيقولك يحضر 10% حشة في المية وبعدين يزود أو ينقص لا ده بيعمل حاجة حلوة قوي بيعمل محلول تركيزه عالي تركيزه عالي يعني فردا تركيزه 50% ويبتدي ياخد من هذا المحلول 50% ويبتدي يخفف بالمية لحد ما بيوصل للتركيز اللي هو عايزه يبقى كده دي حاجة اقتصادية وفي نفس الوقت هو بيزبط بطريقة صح مربع بيرسون ده مربع بيبقى مربع المربع ده في وسط المربع بحط التركيز اللي أنا عايزة أوصله يعني مثلا عايزة توصل لعشة في المية أحط عشة في المية في وسط المربع وأنا حوريها لكو إيمت شوية على هذه الشريحة طيب طبعا في عندك الجهة اليسرى من المربع الطرف الأعلى والطرف الأسفل الطرف الأعلى تملي يتحط فيه التركيز الأعلى لو كان عندك سكر بنفترد تركيزه 100% لو عندك ملح بنسم برضو التركيز بتاعه بيبقى 100% ناحية السفلة اليسرى من المربع بحط تركيز الماء تركيز الماء ده بعتبره 0% وبعد كده أبتدي أطرح الأقطار اللي أنا حورها لكم من قيمة شوية أطرح الأقطار من بعضها وبالتالي حيطلع لي كمية السكر أو الملح وكمية المية اللي المفروض أقدرها أحطها علشان خاطر أعمل منها المحلول شريحة جاية دي هتوضح لك إزاي ده بيحصل تحضير المحلول السكري باستخدام مربع بيرسون عندك هول مربع المربع ده أول حاجة هتحطه في الوسط التركيز المطلوب طيب أعلى المربع في الجهة اليسرى هتحط التركيز الأعلى طيب طرف المربع في الجهة اليسرى هتحط التركيز الأقل طيب نشوف كده حاجة تانية مطلوب تحضير محلول سكري تركيزه عشة في المية باستخدام مربع بيرسون أنا عايز أحضر محلول سكري عايز أعرف كمية السكر اللي عندي أدي إيه وكمية المية أدي إيه عشان أوصل بالتركيز لعشة في المية باستخدام مربع بيرسون يعني عبارة عن أوزام فقط مش هستخدم أي أجهزة دلوقتي طيب نيجي نبص كده أهو المربع إحنا عايزين عشة في المية أو عشة في المية هتتحط في الوسط شايفين تحطت العشة في المية التركيز اللي أنا عايزة أوصله طيب هنحط إيه تاني طيب هو محلول سكري يبقى أنا هستخدم السكر التركيز الأعلى هيتحط فوقه هنعتبر إنه هو مية في المية طيب تحت هنحط إيه هنحط اللي هو تركيز المية اللي إحنا هنعتبرها كام صفر في المية طيب نيجي كده نطرح الأكتر هنقول إيه مية ناقص عشرة هيطلع كام هيطلع تسعين يبقى هناخد تسعين كيلو جرام سكر هنطرح كده مية ناقص عشرة مية ناقص عشرة هيديك تسعين كيلو جرام هو ده تسعين كيلو جرام هنستخدمه السكر طيب تعال نطرح كام عشرة ناقص صفر هيديك إيه هيديك العشرة يبقى أنا عشان أعمل محلول سكري تركيزه عشرة في المية عايزة عشرة كيلو جرام مية مضاف إليه تسعين كيلو جرام من السكر عشان يديني مية كيلو جرام محلول سكري تركيزه عشرة في المية شوف كده بيقولك ايه معناها ايه معناها كل تسعين كيلو جرام مية مضاف اليها عشرة كيلو جرام سكر الناتج بيكون ميت كيلو جرام محلول سكري تركيزه كم تركيزه عشف المية وهو ده اللي انا عايزة اصله طيب دلوقتي عندنا احنا الطالب بيؤدي جزء مهارة اسمها ايه اسمها بطاقة ملاحظة يبقى انا دلوقتي عايزة بس افاهم الحتة دي ان انا بشرح لك الجزء المعرفي وبشرح الجزء المهاري طبعا عشان تؤدي المهمة بتاعتك بطريقة صحيحة عشان تؤدي المهمة بتاعتك بطريقة صحيحة في معايير اداء معايير الاداء دي انت بتأديها قدامي بعد ما بتأديها قدامي بيبقى انا معايا بطاقة ملاحظة البطاقة الملاحظة دي فيها المعايير اللي انت المفروض تعملها اقصادي علشان قديك علامة جدير او غير ليس جدير بعد لو قديت المهمة بطريقة صحيحة اقول عليك جدير واشوفه النقطة اللي بعدها لو قديت المهمة ما قديتهاش بطريقة صحيحة لا انا بعمل ايه انا بقول عليك ليس جدير او غير جدير بعد قديك مدة اسبوع تتضرب على هذه المهارة مرة اخرى على هذا المعيار اللي يوقع منك وبعد كده تبتدي تقديه مرة تانية قدامي علشان اشوفه انت عملته بطريقة صحيحة ولا لأ طبعا احنا في الجزء المنهان مناهج قائمة على الجدارات احنا طبعا الجانب المهاري بنهتم بيه كويس جدا جدا علشان خاطر تقدي المهمة بتاعتك بطريقة صحيحة طيب عندنا بقى البطاقة دي فيها ايه بصي كده اول حاجة انا اعمل يحضر المحلول الملحي والسكري زو تركيز معين يعني انت دلوقتي هتحضر المحلول الملحي او السكري بتركيز معين لازم انت تبقى عارف تعرف ازاي قبل حكل حاجة لازم ترتدي الملابس المخصصة للعمل وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية يبقى انت عشان تعمل المعيار ده صح تبصت لا لازم اول حاجة تلبس البلط بتاعك تلبس الطقية اللي بتتحط على الرأس تبتدي تلبس القفازات بتاعتك تبتدي تلبس اي حاجة خاصة بالنواحي الصحة والسلامة المهنية المفروض انت ترتديها تقلع الخواتم لو كان في خواتم انت حلبسها تقلعها وتبتدي عندك يبقى انت تكون نظيف تماما تاني حاجة يتأكد من نظافة الادوات المستخدمة انت فيه ادوات حتستخدمها معاك الادوات دي لابد ان انت تفحصها كويس جدا وتتأكد ان الادوات اللي عندك دي بتكون نظيفة جدا طيب في حاجة كمان تتحقق من تاريخ صلاحية المواد الخام تبقى للمواصفات القياسية برضو دي الحاجة اللي لازم تأخدها بتاخد بالك منها تتحقق من مصادر الميا المستخدمة وفقا للاشتراطات الصحية كلام ده كله كله اسمع ده اللي هقيمك عليه ده هشوفك انت بتعمل الكلام ده قدامي صح ولا لا يزن السكر او الملح للتركيز المطلوب يزن يعني دلوقتي عندك انا بقولك اعمل محلول سكري عشف المية طب انت خلاص عرفت مربع بيرسون هترسب مربع بيرسون وتعرف كمية السكر او الملح اللي انت هتوصله للتركيز المطلوب طبعا انت بتوزن بايه بتوزن بالميزان الحساس اللي قدامك اللي موجود في المعمل تقدر حجم الماء عن طريق مربع بيرسون حسب التركيز المطلوب وانا وريتك من قيمة شوية انت ازاي بتستخدم مربع بيرسون عشان خاطر اني انا تعرف ان انت تحسب حجم المية قد ايه وتعرف كمية الملح او السكر اللي عندك قد ايه يزيب السكر والمالح في الماء تبقى للممارسات التصناعية الجيدة طبعا ديه حاجات هقولك عليها دلوقتي هيعمل ايه يصف المحلول بالشاشة النظيف وفقا للممارسات الصحية الجيدة طيب دلوقتي قبل ما حتكلم خالص دلوقتي حتكلم دلوقتي انا دلوقتي كطالب انا عايز احضر تركيز محلول سكري بتركيز معين مثلا 10% اول حاجة ههتم اول حاجة بالمظهر بتاعي هتأكد اني انا لابس استطاقية بتاعتي لابس البلط بتاعي لابس الجوانتي المكان اللي انا هشتغل فيه بيكون نظيف طيب بيتأكد من نظافة الادوات اللي عندك عندك الادوات بتاعتك تشوفها نظيفة ولا لا عندك كاسة نظيفة ولا لا الادوات والخامات بتاعتك كل حاجة بالنسبة لك تكون نظيفة تماما وتنظفها بطريقة صحيحة دي اول حاجة يبقى انت حتجهز نفسك ان انت الملابس بتاعتك تكون كويسة كل ده انا حرقبك فيه يعني انا بقيمك وبشوفك بتعمل الكلام ده ولا لا جيب معك البلت ولا لا لابس الطائية ولا لا اصص دوافرك شايل الخواتم اللي انت حتشتغل بالادوات بتاعتك وبالخواتم بتاعتك لو انت نسيت تقلع الساعة كلام ده كله اناش بشوفهولك وبقيمك وبديك التقييم على هذا الاساس طيب خلاص كده يبقى انت بتعمل تاني حاجة بتتأكد اشوف ادواتك انت بتتأكد ان الادوات اللي انت حتبتدي تستخدمها نظيفة ولا مش نظيفة نظيفة خلاص طيب بعد حاجة بتشوف تاريخ الانتاج والصلاحية للخامات اللي انت حتستخدمها انت حتحضر محلول سكري والملحي انت بتشوف مثلا لو كان عندك الملح مثلا ده بتشوف التاريخ الانتاج الملح كويس ولا لا فيه شوائب اي حاجة تبتدي تعمل عملية بالنظر تبتدي تعمل عملية فحص للملح اللي عندك طيب انت دلوقتي اعملت فحص طيب تبتدي تشوف حاجة تانية بتعمل هل انت هتعمل محلول ملحي او سكري هتشغل على مربع بيصن اشوفك وانت بتحط مربع بيصن بتشتغل ازاي تمسك الألم والورقة عايز تعمل محلول سكري 10% او محلول ملح 20% بتستخدم مربع بيصن ازاي انت بتستخدمه وازاي بتحط التركيز المطلوب في وسط المربع ازاي التركيز الاعلى بيكون فوق والتركيز الاقل بيكون تحت وبتعمل طرحل الاكتر وبتجيب الكمية يبقى انت هتعرف مثلا انت عايز قد ايه سكر وعايز قد ايه مياه طيب هتعمل ازاي توزن الملح اللي عندك انت محلول ملح 10% توزن كمية الملح اللي اطلع لك من خلال مربع بيصن بتوزنه فين بتوزنه على الميزان الحساس صحي كده طيب انت دلوقتي كمان بتضادر حجم المياه انت تعرف حجم المياه فيها عندك المخبار المدرج اللي عندك ده بيبتدي بتاضcado حجم المياه بتعرف كمية المياه اللي انت هتحطها ازاي طبعا بعد كده انت تتاخد عندك المياه اللي عندك وتبتدي تحط فيها طبعا الملح بالطريقة الصحيحة وتبتدي تعمل عملية التقليب انا بشوفك برقبك هل انت لما وجدت وزنت الملح عندك وزنته وجدت حطيته في المحلول او في المياه اللي عندك اللي انت جايبها اللي متأكد من مصدرها انا عشوفك جايب المياه ازاي جايبها ازاي حطيتها الادواب بتاعتك نضيفة حطيت المياه بتاعتك حطيت مسكة الملح او السكر اللي وزنته بالميزان الحساس وعرفت كميته قد ايه من خلال مربع برسون وبعد كده اخدته ابتديت تعمل عملية الازابة هل انت ابتديت تعمل عملية الازابة صحيحة ولا لا دي او تاني حاجة برضو لابد ان يكون المحلول اللي عندك بيكون رائق وشفاف طب رائق وشفاف ازاي ان انت بيبقى عندك حاجة عاملة زي الشاش طبعا بيبقى شاش كده بيبقى الشاش ابيض طبعا الشاش ده بيتحط بيتحط ويبتدي تبتدي تحط المحلولة عندك اللي انت بتديت تدوه بالمياه والملح او المياه بالملح او المياه بالسكر لما بتيجي تعمل عملية الازابة تبتدي تتأكد ان المحلول السكري او المحلول الملح اللي عندك بقى رائق ومفوش اي شوائب لان كل ده بيفرق معاك في حاجات كتيرة جدا تخلي بالك كويس الكلام دي كلها دي في بطاقة الملاحظة هتأكد ان انت لابس نبس كويس هتأكد ان الادوات بتاعتك انت فعلا استخدمت ضفطها قبل ما بتستخدمها بتعدي الاجهزة اللي هتستخدمها والمادة الخامل اللي هتستخدمها هل انت شفت تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ولا انت شغال كده من غير ما تشوف اي حاجة لا تخلي بالك من الحتة دي كويس جدا هل انت استخدمت مربع بيرصم بطريقة صحيحة هل انت حطيت التركيز المطلوب في الوسط وعملت الحسابيات بتاعتك هل انت معرفت كمية الملحة والسكر اللي هتعمل بيها المحلول بتركيز معين هل انت خدته ووزنت بطريقة صحيحة استخدمت الميزان بطريقة صحيحة كل ده الكلام اداء انا بشوفه تاخد بعد كده السكر او الملح بعد ما وزنته بتحطه وتبتدي تعمل عملية الازابة التامة هل انت عملت الازابة تامة خالصة ولا تسيبت السكر والملح موجودين من غير عملية ازابة هل انت صفيت المحلول في شاش علشان تضمن ان المحلول اللي عندك يبقى رائق وشفاف بحيث ان انت ما تيجي تستخدمه الا الاياس بعد كده هتعمل تقس الكلام ده طبعا هتعرفه بطريقة كويسة جدا وحتبقى بطريقة صحيحة ان شاء الله ومش هتغلط ابدا وحتبقى جدير في كل المعايير طيب نشوف اللي بعد كده اللي هي يستخدم الايدروميتر لقياس المحليل ده من حاجات اللي لازم تاخد بالك منها ازاي تعرف تستخدم الايدروميتر لقياس تركيز المحليل تعال نشوف كده ايه هي مفروض يعمل ايه طالب قبل ما اتكلم حنتكلم اول حاجة قيزة قياس تركيز المحليل الملحية والسكرية يعني احنا قبل ما ناخد المعيار ده لا حنتكلم بس جزء معرفي اللي هي ايه هي اجهزة قياس تركيز المحليل الملحية والسكرية عندنا الأجهزة أهم أجهزة اسمها الأيدرومترات وفي حاجة اسمها الريفراجتومترات طيب نتكلم كده شوية بس الأيدرومترات إحنا عندنا ده الحاجات اللي أنا شايفها دي دلوقتي ده عندك دلوقتي عندنا حاجتين اللي هما اسمهم الأيدرومترات الأيدرومترات دي يا جماعة ده أيدرومترات دي بقية بيها تركيز المحاليل السكرية والملحية ده اسمه ايدروميتر اسمه ايدروميتر طب في حاجة كمان اسمها الرفراكتوميتر طب اما نشوف ايه هي بس كده الرفراكتوميتر عندنا الرفراكتوميتر اهو ده الجهاز برضو ده الجهاز ده الجهاز اللي احنا شايفينه ده الجهاز ده برضو بقيس بيه تركيز المحلين يبقى ده اسمه ايدروميتر ايدروميتر وده اسمه رفراكتوميتر طيب اللي انا عايز اقوله دلوقتي نجي نشوف كده الايدروميتر لقي عبارة عن ساق زجاجية الايدروميتر زي ما انت شايف كده ده عبارة عن ساق زجاجية الساق الزجاجية دي هتبص تلاقي من تحت كده اللي هتقل عبارة عن كرات من الرصاص كرات الرصاص دي عشان تخلي الايدروميتر في وضع رأسي يعني انت لما تيجي تحط جوه المحلول هيكون المحلول له هيجي مين ولا هيجي شمال ده يخليه في وضع رأسي في وضع رأسي ده اسمه ايه اسمه ايدروميتر هتبص تلاقي الايدروميتر التدريج بتاعه بيبقى متدرك كده زي ما انت شايف كده وهو متدرك اهو سغز وجایجية من اعلى لأسفل طيب بعد كده الايدروميتر دي في منها انواع كتير كده في بعض الايدروميترات بتقيس تلكيز المحاليل السكرية وفي بعض الايدروميترات بتقيس تلكيز المحاليل الملحية يعني احنا عندنا مثلا دلوقتي فيه تلات نوع من الايدروميترات دي الثلاثة نوع دول عندنا اقصر واحد اللي هو ده ده اسمه ايدروميتر بستخدمه في قياس تركيز المحليل الملحية ده بنسميه البومي بنسميه ايه البومي يعني ما جا قولك دلوقتي البومي فيه ما يستخدم تقولي يستخدم في قياس تركيز المحليل الملحية لعن انت لو عندك مية بملح وعايز تعرف تركيز الملح جوه هذا المحلول ادي ايه انا ابتدي استخدم هذا الجهاز اللي هو البومي فيه عندنا نوع تاني اللي هو البالينج البالينج او ده اسمه بيركس ده ايدروميتر بيركس ايدروميتر بيركس ده ده ما اجي استخدمه باستخدمه في قياس تركيز المحليل السكرية فيه عندك البالينج ده البالينج اهو البالينج والبيركس اندي اتنين دول اللي اتنين دول باستخدمهم في قياس تركيز المحليل السكرية في عندنا حاجة كمان بس هو مش موجود معايا دلوقتي اللي هو السالوميتر السالوميتر ده بيبقى تركيز يعني يعني بين تدريج بتاعه من صفر الى مية من صفر الى ايه الى مية طب من صفر إلى مية ليه طبعا ده بقيس التركيز المحليل الملحية فوق التشبع احنا المحلول الملحي ان شاء الله بيكون تركيزه حوالي 26 درجة التشبع بتاعته 26.5% اللي بيقيس درجة التشبع ده السلوميتر يبا احنا عندنا كم نوع من الايدرومترات عندنا كذا نوع عندنا حاجات بتقيس تركيز المحليل السكرية وفي حاجات بتقيس تركيز المحليل الملحية الحاجات اللي هي في صورة محليل دي منستخدم لها الايدرومتريات البوميه والسيلو متر ده بستخدمه في تركيز المحليل الملحية البالنج والبيريكس ده بستخدمه في قياس تركيز المحليل السكرية نظرية عمل هذا الجهاز بيعتمد على قانون اسمه قانون الطفو اللي هي قاعدة أرشيميتس اللي هي قاعدة أجيالية إذا غمر جسم في محلول إذا غمر جسم في محلول فإنه يزيح كمية من هذا المحلول وزنه بسوي وزنك ودي النظرية اللي مبنى عليها عمل الايدرومترات. طبعا بالنسبة ليه الرفركتوميتر ده ان شاء الله باذن الله ده بيقيس برضو الجهاز اللي احنا قدامنا ده ده بيقيس برضو تركيز المحاليل ده بيقيس تركيز المحاليل وبردو بيقيس تركيز المرباط والسلسطة الطماطم. السلسطة بتاعت الطماطم والمرباط وعندك لما تكون درجة الهضرقة بتاعت الزيوت كشف عن غش الزيوت بنستخدم هذا النوع من الايدرومتر ده اسمه الريفركتوميتر اليدوي اليدوي برضو ببساطة ان شاء الله الحصة الجاية هنقول لكم ازاي انت او الالية اللي بنستخدم بيها هذا الجهاز لما تيجي تقيس بي تركيز المحاليل. طيب دلوقتي عندنا برضو حاجة عايز اقول لك عليها الايدرومتر عشان تستخدمه صح لابد ان يكون فيه شروط معينة علشان خاطر ان انت تستخدمه. اول حاجة لابد يكون الادوات بتاعتك اللي بتستخدمها بتكون نظيفة تماما. نظيفة تماما. طيب المحلول اللي انت بتقيس التركيز بتاعه لابد ان يكون رائق وشفاف ومتجانس. يعني انت ما تستخدمش اي نوع من المحلول كده وتقول حقيسه. لأ لازم ان المحلول عندك عشان تقيسه بطريقة صحيحة لابد ان يكون شفافه رائق. عشان كده انا بقولك لازم تحط الشاش وتبتدي تسكب عليه المحلول وبالتالي عندك المحلول لما بيجي بيبقى شفاف ده هتقدر تقيس التركيز بتاعه على طول. طيب في حاجة كمان. لما تيجي تعمل عملية تعمل اذا بتمه. يعني انت دلوقتي عندك المحلول ايه عندك عندك المحلول الملح ده. ده محلول ملح انا عاملاه. حطيت فيه عرفت فيه كمية الميا وكمية الملح اللي المفروض بضيفها قد ايه. لما تيجي تمسك تحط المحلول في المخبار المدرج ده. يا عندك ده اسمه مخبار مدرج. فيه عندك تحط تحطه بزاوية خمسة واربعين درجة يعني كده بص تعمل كده. وانت بتحط المحلول تحطه بزاوية 45 درجة 45 درجة دي لما بتيجي تتحط طبعا ده السبب في كده علشان ما يتكونش فقاعات هوائية ما يتكونش فقاعات هوائية تؤثر على التركيز ما يتكونش فقاعات هوائية تؤثر على التركيز طبعا احنا هنتكلم بشيء من الاستفادة في الحتة دي بالذات طيب دلوقتي ما نيجي نرجع للشريحة بتاعتنا بنقول بنستخدم المحليل قياس تركيز المحليل في ايه عندنا الايدرومترات وعندنا ريفراجتومترات طيب الايدرومتر زي ما انا قلت لكم ايدرومتر لقياس تركيز المحليل السكرية اللي هي منها ايه و ايه منها اللي هي البالنج وفي منها عندك ال ايه عندك الباركس الاتنين دول بستخدمهم في قياس تركيز المحليل السكرية طيب البالنج هتبص تلاقي التدريج بتاعه هيكون من صفر الستين طيب الباركس هتبص تلاقيه التدريج بتاعه فيه كذا تدريج فيه عندك من صفر الثلاثين وفيه عندك من 30 ل60 وفيه عندك من 60 ل90 يبقى احنا عندنا البالنج من 0 ل60 وعندك البيركس ممكن من 0 ل30 ومن 30 ل60 وفيه من 60 ل90 فيه ايدرومترات لقياس تركيز المحليل الملحية عندك زي ايه عندك زي البومي وفيه عندك زي ايه كمان عندك فيه السالوميتر والسالوميتر ده بيبقى تدريجه من 0% وده بنقيس بيه درجة تشبع المحليل ترك التشبع محلول للملحي 26 ونص طب البوميه تدريجه من كم لكم تدريجه من 0 ل60 بالنسبة للمحليل الملحية طب بالنسبة للسالوميتر السالوميتر هتبص تلاقيه التدريج بتاعه هيكون من 0 إلى 100 بالنسبة للمحليل طيب فيه عندك حاجة كمان اهو شايفين التدريجه هو عندك التدريج من اعلى لأسفل الثلاثة نوعهم اللي قلتلكوا عليه لانا كنت جايباهم معايا من دلوقتي عندك السالوميتر هو من 0% فيه عندك البوميه بيكون من 0 إلى 70 وفيه عندك البالنج بيكون من 0 إلى 60 زي ما قلتلكوا في الشريحة اللي فقتت عندك دلوقتي فيه لما انت دلوقتي يكون عندك محلول سكري والمحلول السكري ده موجود معاك وعندك طبعا أوتوماتيك انت عشان تعرف تركيز السكر بالظبط هتستخدم البالنج أو البيركس يعني عندنا كل واحدة درجة بالنج بتساوي واحدة درجة بيركس طيب لو انت عندك دلوقتي وعندك مثلا بوميه عندك بوميه وانت معاك محلول سكري لابد ان انت ممكن تستخدم البوميه بس تضرب فيه معامل ايه هو المعامل ده اقول لك كل واحد درجة بالنج بتساوي خمسة وخمسين على مية درجة بوميه تاني حقول الجملة دي احنا ممكن نستخدم ايدروميترات لو احنا ما عندناش الايدروميتر المناسب لنوع المحلول احنا ممكن نقيس بهذا الايدروميتر بس فيه شرط ان احنا نضرب فيه معامل يعني كل واحدة درجة بالنج بتساوي واحدة درجة بيركس لكن عندنا كل واحدة درجة بالنج بتساوي 55 على 100 درجة بومي طيب لو العكس بق إنما كل واحد درجة بومي بتساوي كام برافو عليك بتساوي 100 على 55 درجة بلنج أو بيركس ده خلي بالك ده المعامل اللي بتضرب فيه في حالة عدم توفر على الايدروميتر المناسب لقياس تركيز المحاليل طيب كل واحد درجة بومي بتساوي 4 درجة سالوميتر يعني أنت دلوقتي لو عندك محلول ملحي محلول ملحي ولقيت حطيت حطيت السالوميتر مثلا ولقيت إدك رقم 16 طيب أنا هاخد الرقم ده وحبتدي أقسمه على 4 إذن كل واحد درجة بومي بتساوي 4 درجة سالوميتر ودي مهمة جدا علشان خاطر أنت ما تقيدش نفسك تبقى عندك مرم في التفكير بتاعك بحيث أنت من الأول تعرف إن كنت هتستخدم التحويلات المختلفة طيب في عندك كمان حاجة تانية إما قل لك ما يجب مراعاته عند استخدام الأيدروميترات طيب تعال نقول كده أول حاجة إيه؟ زي ما إحنا قلنا جفاف المغبار والأيدروميتر أول حاجة إنت عشان تشتغل بطريقة صحيحة لابد أن يكون الأيدروميتر بتاعك نظيف لابد أن يكون المغبار بتاعك نظيف جدا والجفاف بتاعه طيب برضو تاني حاجة لابد أن يكون المحلول بتاعك متجانس عملت إذابة كاملة إذابة جاملة للملح وعملت إذابة كاملة للسكر وبالتالي حتى وإنت بعد ما بتعمله بتصفي فيبقى المحلول اللي عندك رائق ومتجانس وشفاف طيب برضو نفس الحكاية زي ما أنا قلت لك لابد أن إحنا بنحط المحلول في المغبار المدرج بزاوية 45 درجة لازم إحنا نعمل 45 درجة لأن إنت لو حطيت المحلول بطريقة عادية كده هتبصي تلاقي هتبصي تلاقي يتكون فقاعات هواقية تؤثر لك على الإغاية ودي حاجة الصحيحة برضو لازم يكون أن إنت لما تيجي تحط المحلول في المغبار المدرج لابد أن يكون على سطح مستوي ما يبقاش ميل كده ولا ميل كده لا يبقى على سطح مستوي طب لما بيبقى على سطح مستوي أول بعد كده لما تيجي تعوز تقيس لابد أن إحنا بنمسك الأيدروميتر كده وبنخد المحلول اللي عندك ده وبحركة دائرية بصي كده شايف الحركة دائرية دي أبتدي أسيبه في المحلول يبتدي يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل طبعا هو المفروض طبعا يطلع المفروض ما يركنش لو هو ركن كده يبقى غلط ده المفروض ما يتركنش كده المفروض يطلع وينزل وبالتالي بيبقى حور الحركة برضو تشوف المحلول وقف لحد كام وقف لحد قد ايه وبخلاله تبتدي تاختخد القرية بتاعتك وتقسها يبقى انت لازم علشان خاطر المحلول يتقس بطريقة صحيحة لابد ان انت بتعمل تحط حركة دائرية بتعمل حركة دائرية الحركة الدائرية دي بتخليلك ايه بتخلي المحلول يبتدي ايه يبتدي تشوف التركيز بطريقة صحيحة برضو في حاجات تانية ان شاء الله هنقول عليها في الحلقة القادمة باذن الله اتمنى من الطلبة يكونوا استفادوا من الحلقة دي وعرفوا ازاي الى حد ما المعايير او البطاقة الملاحظة فيها الحاجات اللي هقدر به اللي هقول عليه جدير او غير جدير مع تمنياتي لجميع الطلبة وابنائي بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته